تجمعات وإتلافات ليست على حسب التوجه السياسي ولا على الدخل والعمل بل بحسب المعاناة والظروف المشتركة هكذا أعادت الحرب توزيع المجتمع اليمني وفئاته هناك رابطة للمهات المختطفين وتجمع آخر لجرح الحرب والمعاقين وهنا في عدن رابطة لأسر ضحايا الاغتيالات تكتلات من أجل رفع المعاناة المشتركة وإنصاف الضحايا وتقديم الجنات للعدالة وحماية المجتمع في سنوات ما بعد الحرب والتحرير شهدت عدن العاصمة المؤقتة ممنهجة وواسعة استهدفت مئات القيادات السياسية والدينية والأمنية وقادة في المقاومة الشعبية دماء الضحايا تنزف باستمرار في الطرقات وعلى أبواب المساجد دون أي إجراءات أو تحرك جاد من السلطات الأمنية في عدن والشرعية والتحالف الممسك بزمام الأمور هناك أسر ضحايا الاغتيالات أسست رابطة للتعبير عن قضيتهم وكشف الحقيقة ومعاقبة القتلة إنصافا للضحايا وأسرهم وحماية المجتمع من الدم والفوضى بعد إشهار الرابطة بأشهر كشفت اليوم أنها بصدد استكمال عدد من ملفات ضحايا الاغتيالات لتقديمها للقضاء للبت فيها فماذا يمكن أن يقدم القضاء وما مدى قدرات أجهزة الدولة على تنفيذ أوامره في عدن؟ رئيس رابطة أسر ضحايا الاغتيالات المهندس خالد محمد سعد شقيق محافظ عدن الأسبق جعفر محمد سعد قال إن استكمال ملفات ضحايا الاغتيالات هي المرحلة الأولى التي عملت الرابطة على استكمالها تهيئة لتقديمها إلى القضاء للبحث عن الحقيقة والعدل والإنصاف لأسر ضحايا الاغتيالات خطوات جدة لتحريك ملف ضحايا الاغتيالات في القضاء تأتي بعد أشهر من كشف وزير الداخلية الميسري عن تفاصيل ومعلومات بشأن ملف اغتيالات الخطباء والأئمة معلدا عن ضبط خلايا إرهابية متورطة بالاغتيالات يومها قال إنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن قتلة الشيخ راوي وعدد من قتلة الأئمة وخطباء المساجد في مدينة عدن لكن إلى اليوم لم يحن ذلك القريب العاجل الذي أعلن عنه وزير الداخلية